شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 فرصة هامة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة وإرساء قواعد مكينة بين أهل الأديان والعقائد المتعددة حيث شهدت الزيارة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين قداسة البابا فرنسيس بابا الباتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبمناسبة مرور أربع سنوات على توقيع هذه الوثيقة أعدت نورسات التقرير التالي يحتفل المجتمع الدولي في الرابع من شباط من كل عام باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات ومصر والبحرين وذلك عقب اللقاء الذي عقد قبل أربعة عوام في أبو ظبي بين قداسة البابا فرنسيس بابا الباتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والذي أسفر عن التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك ففي شهر شباط من عام 2019 استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف تفعيل حوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً وذلك بهدف التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة تقوم على احترام الاختلاف وطالب كل من قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن تصبح هذه الوثيقة موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية لتساعد على خرق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن حق المقفورين والمظلومين والبؤساء في كل مكان ومن هنا فقد شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة هامة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة وإرساء قواعد مكينة بين أهل الأديان والعقائد المتعددة من أجل مستقبل زاهر للبشرية جمعا والوصول إلى السلام المنشود واحترام الاختلاف حيث شهدت الزيارة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك